من يزور رهط في النقب يشعر بالحركة النشطة في أنحاء المدينة ولكن الوضع الاقتصادي في ظل جائحة الكورونا أثر على الحركة التجارية الحمد لله كما ترى أن جواء العيدة كلها على ما يرام في تغييرات شوية على الناس في تأثيرات بالنسبة للمحالات أفضل الكورونا أما الحمد لله ما في مشاكل عالم هادية والحمد لله رب العالمين وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يألف بين قلوب الناس وقلوب البشار والعلم ترجع للدين وترجع للإيمان والكل يكون أخوه كلهم أخوان إن شاء الله رب العالمين جواء العيد الحمد لله كويس جواء العيد والحمد لله والله سواق على منافع كله سواق بره في البطين وإحنا قاعدين بنفكر في بعضنا هذا سواق وبنفكر فيه العالم بس قاعدين أنظر للسوق يعني أجواء ميزس يعني تقول مش أجواء عيد وذلك بسبب يعني كورونا وضغطات الناس وشغلات زي هيك نتمنى على الحكومة يعني ترعى ظروف الناس وتهبط الأسعار وتنافس شبعض يعني هزاي والحمد لله رب العالمين نتمنى أن نكون يعني سنة هذه سنة خير على جميع الشعب الشعوب العربية والإسلامية وكل عام تبخير أصحاب المحلات التجارية ومربو المواشي يقولون أن المآتي من المسر بقيت هذا العام بدون أضحية على خلفية ارتفاع أسعارها وشح الموارد نعم الوضع الاقتصادي بالنسبة للمزارعين وبالنسبة لباقي الناس اللي عاطلين عن العمل وسيء جدا فأنا يعني أعرف أنه في ناس اللي كانوا ما بيرضوا أقل من ما أنه يشتري ضحية ويضحي العائلة اليوم ما هو قادر يضحي أبتدى الفقر يبدو على وجوه الناس أبتدى يضرب مضاجعهم في بيوتهم وضرب كمان نمط حياتهم اليومية يعني ما في عمول يصرف زي ما كان يصرف أول العمالة تسكرت شغل ما فيه سواق يبيعوا ويشتروا ما فيه يعني كان بيروح مثلا عدة ألاف من رؤوس الأغنام كضاحي السنة يعني أقل من النصف يمكن الثالث بس الحمد لله اليوم الأسعار كويسة وكل شي جديد وعندنا كمان أسعار كتير كويسة مناسبة للجميع والله الأوضاع سابق على الجميع حتى لأصحاب الشركات حتى بالسوق المركزي كمان يعني بيشكوا من الشغلات هاي بس يعني إن شاء الله ربنا بيوفق الجميع وإن شاء الله أزمة وبتعدي على الكل وربنا يسهلها بين العيدين لم يتحسن الوضع الاقتصادي فحسب بل ارتفع عدد العاطلين عن العمل الأمر الذي كثف من نشاطات الجمعيات الخيرية التي ازدادت الأعباء عليها